المعرض اللي في باريسيا دكتور زاهي كان تذكرة تباعت منه؟ احنا لما وصلنا كان 163 ألف تذكرة وباعتاني يوم بقوا 180 ألف دول حاجزين وأول يوم دخل 15 ألف واحد بس أنا عايزي أقول حاجة أنا سامع المزيع بيتكلم دلوقتي عن آخر مرة المعرض كان في فرنسا من 50 سنة طلع 55 قطعة أنظر القطعة الأثرية طلع التابوت القناعة الزهبي يعني طلع قطعة لو طلعناها دلوقتي تروج الدنيا كلها وأنا أحكي للحكاية ظريفة جدا تعرفين القناعة الزهبي بتاعة توانخ أمون دا حد شافوا المتحف؟ ده أنظر قطعة أثرية في الدنيا كله دهب يعني حوالي يعني معمول من الدهب والأحجار الكريمة وأنا أعتبر دي أهم قطعة أثرية في الدنيا فكان معروض في ليس أنجلوس فواحدة ستة أمريكالية قعدة بتبص على القناعة فأمهم عليها وقعت في الأرض فلما فائت قالوا أنت وقعت في الأرض ليه؟ قالت لهم ما كنتش هقدر يعني أقف قدام أجمل اتنين في الدنيا في ممثل أمريكاني أنتو متعرفوهش اسمه كاري جرانت كاري جرانت دا يعني كان معبود الستات في العالم كله فكاري جرانت بيتفرج على القناعة والستة بيتفرج على القناعة بتبص لتطعن خامون وكاري جرانت أغم عليها يعني هي شافت الممثل وتطعن خامون في نفس اللحظة هي بتبص على القناعة وفي نفس الوقت كاري جرانت جاي يتفرج على القناعة فشافت لأتنين أغم عليها بتصدقتش نعم 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 إن هي بتشوف أجمل اتنين في الدنيا موسل كاري جرانت دا طبعا يعني من أشهر موسل السينما العالمية وتطعن خامون أشهر ملك في الدنيا حاكم مصر هو في سنكو كده عنده تسع سنين وحد بوحدة كان عندها تسع سنين حد عارف اسمها اسمها عنخ اس ان آمون أنا بدور على المقبرة بتاعتها دلوقتي في ودي الملوك لكن أنا عايز أقول حاجة إن لو حد فيكو راح فرنسا دلوقتي هتحسي إن انتو تبقى فخوري انت مصري لأنك شايف صور تتعن خامون في كل مكان تفتح التلفزيون تتعن خامون تفتح جرنان في الصفحة الأولى تتعن خامون يعني عمل لنا دعاية غير عادية احنا حضرنا أنا ودكتور خالد العناني المؤتمر الصحفي وزير الأسار وزير الأسار كان حاضر حوالي 400 صحفي ومحطة تلفزيورية